بسم الله الرحمن الرحيم نتحدث الآن عن تشخيص أمراض الصوت يأتي إلينا في العيادة إلى طيب التخاطب إلى طيب الأنفذن وحنجرة إلى طيب متخصف في أمراض الصوت أحد المرضى رجلا كان أمرأة طفلا كان أو صغير طفلا كان أو كبيرا يشتكي من مشكلة في الصوت أحد المشاكل التي ذكرناها سابقا كيف يتم تشخيصه؟ ما هي الوسائل المستخدمة في تشخيص أمراض الصوت؟ بلا شك أول من أهم الوسائل أن نأخذ تاريخا مرضيا من المريض كيف بدأت المشكلة؟ كم مدتها؟ ما هي الأسباب التي تتوقع أنها سببت حدوث هذه المشكلة؟ ثم نسأل أسئلة كثيرة عن خلفيات المشكلة وجود أمراض معينة سابقة مزمنة أو غير مزمنة حدوث إصابات تأثيرها على العمل ما طبيعة عمله؟ وهكذا أسئلة كثيرة في هذا الموضوع تاريخ مرضي مفصل ثم بعد ذلك نقوم بفحص عام جسم الإنسان ونركز أيضا على الرأس والرقبة على منطقة الحنجرة منطقة الغدة الدرقية حركة الحنجرة ارتفاعا ونزولا وأيضا نحلل الصوت نحلل صوت المريض نستمع إليه بالأذنين ما طبيعة صوته؟ ما طبيعة البحة؟ ما طبيعة المشكلة عنده؟ وأيضا أيضا هي مهمة ثم نقوم بالجزء الأساس من التقييم وهو ما نسميه تنظير الحنجرة وتنظير الحنجرة هي عملية وهذه الصورة تتضح أمامكم لعملية نقوم بها المريض جالس يجلسه مرتاح أمام الفاحص أمام الطبيب أمام المعالج أمام المقيم ويدخل منظارا بسيطا بعملية سهلة جدا إجراء سهل إما عن طريق الفم أو عن طريق الأنف إلى المنطقة التي نريد فحصها إلى قريب من الحنجرة ونقوم بتصوير ما يحدث هناك هناك أجهزة متطورة تعطينا صورة عن ما يحدث داخل الحنجرة ونصورها وسأريكم بعد قليل مقطع فيديو للحنجرة من الداخل وقد نحتاج أحيانا إلى تحليل الصوت بعض الأجهزة إنه شاهد سويا مقطع فيديو قمت بتصويره لأحد الطلبة المتميزين أدخلنا منظار بسيط عن طريق الأنف للطالب المجتهد معي وطلبت منه أن يتحدث لكم عن الحنجرة أثناء الفحص قد ترون هذا الفيديو لأول مرة لننظر سويا إلى الحنجرة من الداخل أثناء إخراج الصوت ونستمع سويا للطالب عندما يتحدث من الداخل أترككم مع الفيديو أنا أقوم بالكثير من الوظائف المهمة للإنسان مثل إصدار الصوت شاهدوا هذا والتنفس وذلك أثناء افتعاد الثنيتين الصوتيتين عن بعضهما هكذا فسبحان الخالق في عظم خلقه في هذا الجزء البسيط الذي نراه بسيطا وصغيرا ولكنه مهم لكل متحدث ولكل إنسان وخصوصا كما قلنا محترفي استخدام الصوت إلى هنا وصلنا معكم في إلى نهاية حديثنا عن موضوع كيف نشخص أمراض الصوت شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم